طبعا منذ دقائق قليلة انتهى لقاء العودة فيما يتعلق بدوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد على ملعبه أمام ليفر بول وجاءت النتيجة فوز ريال مدريد على ليفر بول 1-0 والهدف طبعا لنجم الريال بنزيمة في ديئة تقريبا 80 من دمن المباراة طبعا مباراة الذهاب قد حسمت الموقع نعارفين انه ليفر بول كان وصيفا لدوري الأبطال الموسم الماضي لكن هذا الموسم ليفر بول مش هو ليفر بول السنة اللي فات ولو ان هذه المباراة جاءت بشكل عام فيها فرص لليفر بول وفرص للريال يعني ليفر بول ضيع أهداف أمام المرمى لا تضيع في هذه المباراة اللي صورها قدام حضراتكم وأيضا ريال مدريد ضيع أمام مرمى ليفر بول أهداف لا تضيع نمى عشان نكون منصفين فرص ريال مدريد كانت أكتر لكن الخطورة هنا وهناك كانت موجودة محمد صلاح أدى مباراة جيدة صنع ثلاث فرص على الأقل للتهديف المؤكد ولكن لم يحسن زملائه إنهاء الهجمات وأيضا على الجانب الآخر فينيسيوس وبنزيمة ومجموعة لعيب ريال مدريد وصلوا أيضا بخطورة شديدة جدا لكن أليسون بيكر أنقذ مرمى من ثلاث أهداف محققة على الأقل المباراة بشكل عام كانت مباراة بصراحة من كوكب تاني مباراة سريعة جدا ما تقدرش ما تلحقش تلتقط أنفاسك يعني من سرعة المباراة أنت مش قادر تتوقف عن التركيز بعينيك على الشاشة سرعة هنا وسرعة هنا هجمات هنا وهجمات هنا نقل الكرة دريبلينج شوتينج باسينج مراوغة كل فنون كرة القدم الحقيقة قدمت في هذه المباراة لكن زي ما بقول المباراة انتهت من الجولة الأولى من لقاء الزهاب والغريب والعجيب وكل إذا طبعا فكرين أنه أول تلت ساعة على الأنفيلد معقل ليفر بول تقدم ليفر بول بهدفين دول كانوا كافلين تماما بالقضاء على ريال مدريد تماما تماما لكن هذا هو ريال مدريد الحقيقة وعنده لعبين أكفاء مع الوضع في الاعتبار أنه ليفر بول هذا الموسم ليس هو ليفر بول المواسم السابق الفارق الكبير والجوهري في لاعب واحد اسمه ساديو مانيه في رأيي واحد يقولك يعني هو الفريق يعتمد على لاعب واحد آه لاعب واحد يفرق تماما في ديناميكية الملعب كله لأنه ساديو مانيه كان يؤدي كل الأدوار في الملعب لما بيلعب عطار في الشمال هتلاقيه جنب روبرتسون ناحية الشمال كباك وهتلاقيه جنب فابينيو في فوسط الملعب كلاعب وسط وهتلاقيه مهاجم جنب صلاح في منطقة الهجوم وكان شديد الزكاء في تحركاته وفي كراته العرضية والطولية المتقنة كان عامل دويتو منتهى الانسجام طبعا مع محمد صلاح لكن مع الأسف رحل إلى باير ميونيخ لهو استفاد فنيا بتكلم على ساديو مانيه هو استفاد ماديا وعمل عقد أكبر من عقده مع ليفر بول وهنا ليفر بول وملاكو في رأيي أخطأوا خطأ جسيم أنهما لم يستجيبوا للطلبات ساديو مانيه لأنه ساديو مانيه لعيب قوي ولعيب مقاتل ولعيب إصاباته قليلة جدا لكن سبحان الله راح باير ميونيخ ما عملش حاجة إطلاقا تذكر برغم أنه واخد في باير ميونيخ أعلى عقد في باير ميونيخ وبعدين أصبح بديل في بعض المباريات وبعدين أصيب إصابة بالغة طبعا إصابة دي من عند ربك سبحانه وتعالى ثلاثة شهور غياب عن الملاعب يعني هو خسر فنيا وكسب ماديا وليفر بول خسر فنيا تماما 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 إذن ليفر بول خلاص وادعى هذه البطولة ومع الأسف كمان ليفر بول بعد فوزه العظيم على منشطة رونايتد 7-0 انهار أمام متزيل جدول الدوري واتغلب 1-0 وفتح الفارق بينه وبين توتنهام لتمن نقاط بعدما كان عنده فرصة من المباراة المؤجلة ويتساوى مع توتنهام في عدد النقاط ويحتل بفارق الأهداف المركز الرابع فتحت المسافة مرة تانية إلى تمن نقاط مما يضع علامات استفهام هل ليفر بول قادر على إنهاء هذا الموسم في المربع الذهبي ومن ثم التأهل لدوري الأبطال أنا بقول لكم من النهاردة أهو بنسبة كبيرة جدا وأتمنى أكون خاطئ ليفر بول لن يكون في دوري أبطال الموسم القادم بعد فتح الفارق بينه وبين توتنهام إلى ثماني نقاط